مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية والحدودية دعماً لأغراض التنمية شكري يبحث مع نظره القبرسي تعزيز أمني واستقرار الشرق المتوسط ويشيد بدورها في توثيق علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبية خوتين يقول إنه لا يمكن لأي دولة فصل بلاده عن العالم وشولتس يؤكد أن روسيا لن تملي شروطاً للسلام الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت بلينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة لسيما في المدن الساحلية والحدودية تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع عقده لمتابعة خطط التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الحكومة تحرص بشكل جاد على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وذلك ضمن مساعي توسيع قاعدة مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد المصري باعتباره شريكاً حقيقياً في أعمال التنمية ووجه مدبولي بتشكيل لجنة فنية تتولى تلقي العروض من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر والتفاوض من أجل توصل إلى أفضل الأسعار المقدمة كما كلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات التحلية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السلع الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 411 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 74 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط قرابة 64 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 10 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 600 قضية في مجال قضايا المخابز وضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 285 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل مع قبرص في إطار من المبادئ المشتركة والعلاقات الوثيقة بين الشعبين وفي مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي أوضح شكري أن مصر تتعاون مع قبرص في دوء دورها الهام بالاتحاد الأوروبي مضيفا أن مصر ستواصل تعزيز تعاونها في شرق المتوسط علاقات متنوعة مع قبرص سواء كانت علاقات ثنائية علاقات في إطار التعاون الثلاثي بين مصر وأبرص واليونان أيضا الفهم العميق لقبرص للمنطقة والزروف المنطقة والأوضاع في مصر جعلت دائما أبرص شريف في إطار العمل على تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وتستمر أبرص في هذا الدور المهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد والتعريف بالقضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي المصري وتعزيز أمن استقرار المتوسط وخلال المؤتمر أوضح وزير الخارجية أن المباحثات مع نظره القبرصية تطرقت لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين وأشار شكري إلى أن مصر وقبرص مستمرتان في التنسيق والتشاور حول الوضع في عدد من القضايا الإقليمية المهمة مباحثاتنا المرفردة والمؤسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية التحضير للاجتماع الخادم لللجنة العليا المشتركة مراجعة التكليفات التي صادرت عن الاجتماع اللجنة المشتركة العليا السابق وما تم إنجازه والجهد الذي يجب أن نبذله لاستكمال كل ما تم توجيه به من قبل القيادتين من جانبه قال وزير خارجية كبرص يوانيس كاسوليدس إن العلاقات المصرية الكبرصية راسخة خاصة على الصعيد الاستراتيجي مؤكدا أن مصر تلعب دورا جوهريا في ليبيا وتبذل الجهود كافة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بما في ذلك في قطاع غزة وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ قابة 27 والمكرر عقده في نوفمبر المقبل بشارم الشيخ قال الوزير الكبرصي إن مصر تعد نموذجا رائعا في المنطقة في هذا الإطار إنني أشعر باقتناع كامل وبرضة حول هذه العلاقات ومدى تقدمها وخاصة أنها علاقات في واقع الأمر الراصخة وخاصة حينما يتعلق الأمر بفكرة العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين كما ذكرت من قبل أننا ننظر في الرؤية القبرصية وخاصة في إطار مجموعة العمل المشترك بين الطرفين من أجل تحقيق ما نسعى إليه دوما كان وزير الخارجية قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الكبرصي ونيسك هسالوديس الذي يدور القاهرة حاليا كما تبعت جلسة مباحثات ثنائية اجتماعات موسعة تناولت كل ملفات العلاقات الثنائية ودفع التعاون في مجالات عدة من أبرزها التجارة والتقى لاستثمار وتناوات الجلسة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من ناحية أخرى بحث الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت خلال لقائه وزير الخارجية الكبرصي سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات شهد اللقاء استعراض مجمل تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة تطورة الأزمة في أوكرانيا وأكد أبو الغيت في هذا الإطار أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يفضي إلى وقف لإطلاق النار وتسوية الأزمة وبما يسمح بتخفيف تداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي في المنطقة كما تناول أبو الغيت ووزير الخارجية الكبرصي تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا بالإضافة إلى تطورات المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط شارك وفد من وزارة الخارجية في اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في عاصمة غنية الاستوائية ملابو وذلك للإعداد لقمتين الإفريقيتين الاستثنائيتين الخامسة عشر والسادسة عشر وترأست سنغال أعمال الاجتماع التنفيذي الذي شاركت فيه جميع دول الاتحاد الإفريقية واستدفى التحضير للقمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر إعلان التعهدات والقمة الاستثنائية حول الإرهاب والتغيرات غير الدستورية للحكومات خلال كلمتها كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية ضمن اجتماع الشق الوزري من اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة واللجئين والنازحين أبرزت السفيرة سوها جندي مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجامعات الإفريقية استضافة مصر لمركز إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة بعد النزاعات في أفريقيا أعلنت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف عودة بعثتها الدبلوماسية لاستئناف عمالها من كييف وفي بيان لها أوضحت السفارة المصرية أنه سيتم بدءا من غد الجمعة استقبال مواطنين والمترددين على القسم القنصلية لإنهاء مختلف المعاملات القنصلية أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتن أن بلاده تعمل الآن على تعزيز الشراكة مع الدول الأوراسية وأفريقيا وفي كلمة له أكد بوتن أن موسكو وضعت خططا للتصنيع وتم تقسيس نحو 300 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية ضمن الاتحاد الأوراسي مشيرا إلى أن روسيا بصدد التركيز على قطاعات أخرى جاذبة إلى جانب الغاز وضعنا خطة للتصنيع وتم صرف 300 مليار دولار على قطاع الصناعات الزراعية وحوالي 170 مشروعا صرف عليها حوالي 16 مليار دولار وكنا قد هيئنا منافسة وقدرة تنافسية ليس فقط في المنطقة الأوراسية فحسب بل في العالم كله ومنذ فترة ليست ببعيدة كنا نشتري المواد الزراعية واليوم بتنا المصدر الأول في العالم للمواد الغذائية قال المستشار الألماني أولاف شالتس أن روسيا لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفي كلمة له خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس أضف شالتس أنه لا يمكن أن يملي الرئيس الروسي بلادمير بوتن شروطا لاتفاق السلام لفتا إلى أن أوكرانيا لن تقبل بشروط لتحقيق السلام وأنه من المرجح أن يتفاوض بوتن بجدية فقط إذا ما اقتنع بعد إمكانية روسيا الانتصار في الحرب والتغلب على دفاعات الأوكرانية أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرت أوروبا إلى ما وصفه بأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية وشدد أوستن على أهمية تحالفات الدولية والتي سمحت لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها وساعدت في مؤجهة سلوط الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي طالب الرئيس البولندي أندري دودا روسيا بالانسحاب من أوكرانيا وإعادة البلاد إلى حدودها المعترف بها دوليا وقال الرئيس البولندي أنه يجب الالتزام بمعايير القانون الدولي مؤكدا ضرورة أن يقوم نظام دولي على القانون من أجل ضمان السلام واحترام القواعد التي التزمت بها الدول مثل مثاق الأمم المتحدة ميدانيا قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أن هناك مؤشرات على تصعيد روسيا للقتال في حين أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل شن هجومها المكثف في عدة مناطق من خط المواجهة شرقي البلاد كما أشر الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية وجوية على منشآت البنية التحتية في أنحاء أوكرانيا يأتي هذا فيما تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس حيث قامت بإرسال ألاث القوات إلى المنطقة والهجوم من ثلاثة محاور في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من تراز مي أربع وعشرين في منطقة خاركوف وقالت الوزارة أن قوات الدفاع الجوية أسقطت كذلك طائرة نقل عسكرية أوكرانية تحمل دخيرة وأسلحة بالقرب من منطقة أوديسا ترجمة نانسي قنقر أكدت الرئاسة الروسية رفضها ما وصفته بالدعاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن حضر موسكو صادرات القمح من أوكرانيا وقال المتحدث باسم كراملين دماتري بسكوف أن الولايات المتحدة والغرب تسببوا في تلك الأذمة بسبب فرض العقوبات على بلاده تبحث مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم سبل إبقاء أهداف تغير المناخ على المسار الصحيح حيث تجري محدثات تضغى عليها تكاليف الطاقة المتصاعدة والمخاوف المتعلقة بإمدادات الوقود والتي أججتها الأزمة في أوكرانيا ويسعى وزراء الطاقة والمناخ والبيئة من مجموعة السبع إلى إعادة تأكيد الالتزام بوضع حد لالتفاع درجة حرارة الأرض بواقع واحد ونصف درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وحماية التنوع البيولوجي تامعون في العاصمة الألمانية برلين لبحث سبل إبقاء أهداف تغير المناخ على المسار الصحيح مع إجراء محادثات تضغى عليها تكاليف الطاقة المتصاعدة والمخاوف المتعلقة بإمدادات الوقود التي أججتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اجتماعات وزراء الطاقة والمناخ والبيئة من مجموعة السبع تتاجه إلى إعادة تأكيد الالتزام بوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع واحد وخمسة من عشر درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الثورة الصناعية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي مجموعة السبع أيضا تعتزم الالتزام بالتخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحمة بحلول عام 2030 رغم أن هناك معارضة من الولايات المتحدة واليابان يمكن أن تعرقل مثل هذا التعهد وقد دفعت الأزمة الأوكرانية بعض الدول لشراء المزيد من الوقود الأحفوري من دول أخرى بخلاف روسيا واستهلاك الفحمة لوقف اعتمادها على الإمدادات الروسية وهو ما أصار مخاوف من أن أزمة الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية يمكن أن تقوض جهود مكافحة تغير المناخ كرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائد الرئيسي بواقع 3% ليصل إلى 11% سنويا ورجح المركزي الروسي إمكانية خفض سعر الفائد الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة مشيرا إلى تباطئ معدل التضخم السنوي في روسيا ففي شهر إبريل الماضي كان عند 17.8% وفي 20 من مايو الجاري تباطئ التضخم ليصل إلى 17.5% وفيما يتعلق بالضغوطات الخارجية قال المركزي الروسي إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة ولكن في الوقت نفسه انخفضت مخاطر الاستقرار المالي بشكل قفيف ذكرت وكالة بلومبرغ أن ارتفاع التكاليف وتضخم المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى توقف تبجار التجزئة عن العمل يأتي ذلك بجانب تكبد شركات التجزئة لخسائر زادت عن 550 مليار دولار وذلك خلال خمسة أيام فقط تواجه الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من التحديات خصوصا تضخم المخزونات بالسلع الغير مرغوب فيها من قبل المواطنين مما أدى إلى توقف تجارة التجزئة عن العمل وتكبد شركات التجزئة لخسائر زادت عن 550 مليار دولار خلال الخمسة أيام الماضية وسطى مزيد من المخوف باستمرار الأوضاع التضخمية الحالية خلال الفترة المقبلة أو تفاقمها وكالت بلومبيرغ أكدت من جانبها أن المستثمرين يتوقعون مزيدا من الأخبار السيئة خلال الأسبوع المقبل عند إعلان شركات التجزئة الكبرى في الولايات المتحدة عن أرباحها مما قد ينزر بهبوط أكبر في أسعار أسهمها مما قد يزيد الضغط الهبوطي على الأسواق المتأسرة سلبا بسبب خوف من التضخم أو ارتفاع أسعار الفائدة هذا وقد خفضت كبريات شركات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة من توقعتها للأرباح هذا العام مع تضخم المخزونات وفشل زيادات الأسعار في مؤكبة ارتفاع التكاليف مما قد أصار قلق المستثمرين بشأن الكيفية التي يمكن أن تصمد بها الشركات الأخرى التي تكافح منذ فترة طويلة مؤشر استاندر أنت بورز خسر 500 نقطة الأسبوع الماضي أكثر من 20% من أعلى مستوياته متأسرا بالخسائر الفادحة في القطاعات الاستهلاكية ولفتت الوكالة إلى أن جزءا كبيرا من المشكلة يتمثل في كون المتاجر غارقة في المنتجات التي لا يريدها المستهلكون في الوقت الذي تزداد فيه تكلفة العصور على سلع جديد للبيع وإدخالها إلى المتاجر مع ارتفاع أسعار الوقود والعمالة والنفقات الأخرى كشف مصدر فاكستاني لوكالة رايترز أن المحادثات بين فاكستان وصندوق النقد الدولي توصلت إلى الخطوط العريضة للاتفاق للإفراج عن دفعة تالية من التمويل التي ستأتي بمجرد إلغاء إسلام أباد دعم الوقود تتوقف شريحة تمولية معلقة لفاكستان تزيد قيمتها عن 900 مليون دولار على مراجعة ناجحة يجريها صندوق النقد الدولي حثت منظمة التجارة العالمية دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية بعدما أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم التوتر في أسواق الغذاء العالمية وأتت دعوة المنظمة العالمية بعد ساعات من قرار أصدرته الهند حددت بموجبه صادراتها من السكر إلى 10 ملايين طن سنويا حتى سبتمبر وذلك من أجل حماية مخزونها وخفض التضخم للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور خالد الشفعي الخبير الاقتصادي دكتور خالد دعني أبدأ معك من محادثات مجموعة السبعة والتي سوف تعقد في برلين نتحدث عن توقعاتك بشأن ما يمكن أن يصفر عنه هذا الاجتماع الذي تضغى عليه أزمات تكاليف الطاقة وإمدادات الوقود في البداية خلينا أرحب بحضرتك وأرحب بأستاذ المشاهدين في كل مكان العالم يمر بأزمة وهي تدعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما سببته هذه الحرب من اتفاع أسعار الطاقة والغاز حول العالم وبالإضافة إلى اتفاع أسعار الغزاء وأصبح الأمن الغزائي العالمي في خطر نتيجة تدعيات هذه الحرب ولم يستفق العالم من هذه التدعيات وقلة المعروض وقلة المخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية بالإضافة ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم عمل أو أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات وأسعار الشحن وأسعار النقد وأحدث تواصل في حركة التجارة الدولية حول العالم كل ذي محدث نتيجة تدعيات هذه الحرب ما سيسفر عنه هذا الاجتماع هو كيفية الخروج من هذه الأزمة وكيفية العمل على مزيد من معالجة التدخم حول العالم في ارتفاع الأسعار ومعالجة هذه الارتفاعات كيف ينجو العالم من أسعار هذه الحرب وأعتقد أن هذا سيتم طرح رؤية كاملة لكيفية الخروج من هذه الأزمة دكتور خليد دعنا نتحدث بصراحة أن مجموعة السابع تنظر بشكل كبير إلى مصالحها الخاصة مصالح هذه الدول وليس المصلحة العالمية في الوقت ذاته منظمة التجارة العالمية تدعو الدول إلى عدم حظر الصادرات الغذائية في نفس الوقت الذي تعاني فيه دول أخرى من نقص في محاصيل رئيسية كالأرز تحديدا والقمح والسكر كيف يكون الوضع في العالم في ظل الموقف كما نراه الآن الوضع في العالم سوف يعني زم حضرتك فضلتي وزم الهند قالت أن أنا كانت تصدر الأمح قالت أنها أكتفي بتصدير الأمح في الفترة الماضية وليس أصدر الأمح في الفترة القادمة حرصا على مغزونها الاستراتيجي وكذلك بالنسبة للسكر وكذلك بالنسبة للأرز كل دولة النهاردة بابتدت تفكر في ما لديها من إمكان هذه السلع الاستراتيجية وتعمل على تحقيق الأمن الجزائي لها والمواطنيها قبل التفكير في التصدير مثل هذه المنتجات إلى باقي دول العالم العالم دول يعني كل تحالف بيعمل على تحقيق المصالح المتعلقة والخاصة به التحالف في الدول السابق هتعمل على ما هو في صالح الشعوبة تحالف كل دولة لديها وفر وزيادة في إنتاج الحجوب والحاصلات الزراعية تعمل على كيفية المحافظة على ذلك لأن تدعيات هذه الحرب وأمدها لا يعلمه أحد هل الحرب مستمرة إلى أبعد من ذلك هل الحرب ستنتهي عند نقطة فاصلة لا يعلم أحد مدى هذه الحرب هل يدخل أطراف أخرى في هذه الحرب كل هذا ما زالت المجهول يسيطر على هذه الأزمة ولا يعلم أحد متى تنتهي هذه الحرب وبالتالي فكل دولة النهاردة لديها قدرات وإمكانيات وسلع أساسية بتعمل على المحافظة لديها ولا المحافظة على المخزون الاستراتيجي ولا تقوم بالتصدير إلى باقي دول العالم العالم في دول في العالم سوف تمر في مجاعة نتيجة نقص المخزون من السلع الزراعية والحاصلات الزراعية نعم إذن على كل دولة دكتور خالد أن تنظر في إمكانياتها الخاصة لتخطي هذه الأزمة واضح أنه لابد الاعتماد على الموارد الذاتية لتلافي تدعيات هذه الأزمة العالمية جزيل الشكر لحضرتك دكتور خالد شفعي الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف رسم رئيس الوزراء الصيني ليكي تشي تشانج سورة قاتمة لاقتصاد بلاده الذي تقوده القيود المفروضة لمكافحة كورونا معتبرا أنه يمر بلحظة حساسة في مواجهة صعوبات أكبر من تلك التي سجلت في عام 2020 تنتهج الصين التي تواجه منذ أشهر موجة وبائية جديدة استراتيجية صفر كورونا الرامية إلى الحد قدر الإمكان من عدد الوفيات بفضل تدابير إغلاق خصوصا في شنغهاي منذ مطلع أبريل وشهدت الصين في مايو الحالي أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين مع تسجيل أدنى مستوى استهلاك ونسبة بطالة قريبة من المعدل القياسية في لبنان ترجعت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن على نحو قياسي مسجلة أكثر من 35 ألف ليرة مقابل الدولار وفقا لمنصات تداول العملة وتقدار وذلك بعدما أثارت انقسامات في البرلمان مخاوف من جمود سياسي وبالتالي تفاقم الأزمة المالية في البلاد فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي دعا رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباسكا المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في التغلب على أزمتها الاقتصادية الحالية قال راجاباسكا في كلمة له عبر الإنترنت أمام مؤتمر مستقبل أسيا المنعقد في توكيو نو قام بتعيين رئيسا للوزراء ومجلس للوزراء به تمثيل من أحزاب سياسية متعددة إضافة إلى العمل على تعزيز المناقشات الجارية في البرلمان من أجل تشكيل وفاق وطني حول كيفية المضي قدما وأكد الرئيس السريلانكي أن مساعدة الدول الصديقة مطلوبة بشكل عاجل لضمان تلبية متطلبات الأدوية الأساسية والإمدادات الغذائية والوقود أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عمليات الإصلاح التي بدأت حتى استكمالها بما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين جاء ذلك خلال استقباله المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قصر بعبد وأكد عون أنه سيواصل العمل خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن طرفين نزاع إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل مشددا على أثار الإيجابية التي للهدنة على حياة السكان وفي بيان أكد المبعوث الأممي هانز روجند بيرج على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلا لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب شهد مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشباب ورياض العرب برئاسة مصر تناقش الدورة الوزرية للمجلس عددا من الملفات الشبابية ورياضية منها النظر في طلب لبنان تقديم ملف حول الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الحالي وذلك بمناسبة احتضان بيروت لفعاليات عاصمة الشباب العربي كما يتضمن جدول أعمال المجلس إطلاق مسابقة للشباب العربي لتصميم شعار لمجلس وزراء الشباب ورياض العرب فضلا عن مناقشة مشروعات البرامد والأنشطة الشبابية والرياضية العربية المقرر تنفيذها أهلا بكم من جديد أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري أنه حتى الأمس تم الإبلاغ عن 157 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جودري القردة على مستوى العالم منها حالة واحدة مؤكدة في أقليم شرق المتوسط أبلغت عنها دولة الإمارات العربية وأضف المنظري أن الأولوية الرئيسة الآن تتمثل في وقف انتقال المرض بين دول الإقليم وأما في إقليم شرق المتوسط فإن أولوياتنا الرئيسية الآن تتمثل في وقف انتقال المرض ونحن الآن في وضع أقوى بكثير ولله الحمد يعني يمكننا من القيام بذلك نتيجة لجهود الاستجابة والتصدي لمرض كوفيد-19 على مدى العامين والنصف الماضيين مما عزز قدرتنا في مجال الترصد والتشخيص المختبري كذلك يعني مما يسمح لنا بتحديد حالات الإصابة وتأكيدها بشكل أكثر فعالية قبل أن يزداد انتشار المرض فهذه تقربة ولله الحمد يعني ثرية جدا سوف يتم استغلالها لتعاون مع هذا المرض وفي هذه المرحلة يمكن احتواء قدري القردة في إقليمنا يعد خطر هذا المرض على عامة الناس منخفضا فقدري القردة ينتقل من خلال الاستصال القسدي الوثيق مع شخص مصاب بالفيروس ويعني ذلك أن العاملين الصحيين وفراد الأسرة وكذلك الشركاء الجنسيين أكثر عرضة للخطر إلا أن معظم المصابين يتعافون خلال بضعة أسابيع دون علاق ولله الحمد ويتطلب أيضا هذا المرض الحيواني المصدر اتباع نهج الصحة الواحدة بصرامة والذي كانت تنادي به منظمة الصحة العالمية ولا زالت على مختلف المستويات ولا بد من التعاون القوي بين وكالات ومؤسسات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية وفي هذا المجال تعمل منظمة الصحة العالمية مع هؤلاء الشركاء عن كثب وكذلك البلدان من أجل تحديد مصدر العدوى وكيفية انتشار الفيروس وكيفية الحد من سريان وكما هو الحال مع أي مرض معدل يتطلب وكف سريان مرض زيارة الوعي لدى عامة الناس ووسط حالة الظعر التي يعيشها العالم بسبب جدري القردة ذكرت دراسة طبية بريطانية حديثة أن أعراض المرض قد تمر بشكل أسرع وذلك عندما يعالج المرض بمضاد فيروسات معروف خاصة أنه لا يوجد لقاح محدد للوقاية منه لا أحد بمنأ عن خطر انتشار جدري القردة الذي تسبب في حالة من الظعر بمجرد انتشاره في عدد من الدول وذلك وفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية المنظمة الأممية دعت جميع دول العالم للتأهب لرصد أي إصابات بالفيروس خاصة وأنه لا يوجد لقاح محدد للوقاية منه ولكن أثبتت الدراسات أن لقاح الجدري فعال ضد الفيروس وأن هناك لقاحين تم الترخيص باستخدامهما للوقاية منه شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أعلنت مؤخراً أنها تختبر لقاحاً محتملاً للوقاية من جدري القردة الذي أصار مخاوف عالمية واسعة دون أن تستعرض مزيداً من التفاصيل عن اللقاح ورغم تسجيل المزيد من حالات الإصابة بجدري القردة في أوروبا وأمريكا الشمالية تتوالى التطمينات الدولية من الحكومات والخبراء بشأن الفيروس مؤكدة أن مخاطر هذا المرض منخفضة ومع وجود مخاوف على مستوى العالم من انتشار فيروس وبائي كجائحة كورونا أشارت العديد من التقديرات إلى أن هذا الفيروس ليس بالقدر الكبير من الخطورة ويمكن الشفاء منه تلقائياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وإلى ملف وباء كورونا حيث ذكرت جامعة جونس هوقنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى نحو 527 مليون إصابة وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها بأن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين ومائتين وثلاثة وتمانين ألف وفاة كشفت مدينة شنغهاي الصينية عن المزيد من الخطط لفترة ما بعد رفع قيود الإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية ومن المنتظر أن تنهي شنغهاي رسميا إجراءات الإغلاق في أول شهر القادم في حين تعمل على تخفيف قيود مكافحة الجائحة بحذر حيث سمحت لمزيد من السكان بالخروج وعودة مزيد من السيارات وغيرها من وسائل الانتقال إلى الشوارع وفيما تكافح مدينة شنغهاي للعودة إلى الحياة الطبيعية سجلت العاصمة الصينية بيكين 1670 إصابة جديدة بقبض 19 منذ 22 من إبريل الماضي وأضاف نائم مدير مركز بيكين اللقات من الأمراض والسيطرة عليها أنه تم اكتشاف 28 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مسعى أمريكي لتجديد العقوبات على كوريا الشمالية وذلك بعد استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية يأتي التصويت غداة إطلاق بيونج يونج ثلاثة صواريخ منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقرات في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ وأوضح مسؤول أمريكي أن مشروع القرار سيقيد بشكل أكبر من قدرة كوريا الشمالية على تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية قالت وزارة الدفاع اليمنية أن اليابان والولايات المتحدة أجرتات تدربات عسكرية مشتركة تضمنت مشاركة طائرات مقتلة فوق بحر اليابان وذلك بعد تجربة كوريا الشمالية لإطلاق ثلاثة صواريخ فلسطية من جانبي قال للجيش الأمريكي أن التدربات تهدف إلى عرض القدرات المشتركة لردع التهديدات الإقلامية ومكافحتها وجاء إطلاق الصواريخ الفلسطية وهو الخامس عشر منذ بداية هذا العام في الوقت الذي تستعد فيه اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتجربة نوبية محتملة من قبل كوريا الشمالية حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن ثمانية عشر مليون شخص في منطقة الساحل الأفريقي يتأرجحون على حافة الجوع الشديد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هذا ويواجه أكثر من ستة عشر مليون شخص وضعا مماثلا في قرن الأفريقي وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فإن أكثر من 12 مليون طفل في أفريقيا عانوا من الهزال في العام الماضي موضحا أنه تم تميل خطة لأعمال الإنسانية لليونيساف لقطاع تغذية في أفريقيا بأقل من 50% في العام الماضي إلى ملف حياة كريمة أختمت فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الصحية بقرية الزعفرانة أتبع لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم توقيع الكشف وصرف العلاق إلى 200 حالة بمغتلف التخصصات الطبية على مدار يومين وأجريت جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاق بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن ومحافظة البحر الأحمر قال رئيس جامعة سهاج مصطفى عبدالخالق أن افتتاح وحدة الغسيل الكولوي الجديدة بمدينة سهاج الجديدة يأتي ضمن حزمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أضاف عبدالخالق أن الوحدة سوف تسهم في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكولوي وأنه بإضافة هذه الوحدة سوف يزيد إجمالي عدد أجهزة الغسيل الكولوي عن 90 جهازا وتم تخصيص أطقم التمريد والأطقم الطبية اللازمة لمتابعة هذه الأجهزة والتيسير على المرضى هذه الوحدة المتميزة تم تجهزة عدد 32 جهاز غسيل الكولوي النهاردة بنودش أن نفتتح هذه الوحدة ضمن المراحل الافتتاح المرحلي للمستشفى الجميع الجديد يمكن بدأنا منذ 6 أسابيع ونستكمل اليوم على أرض هذه الوحدة المتميزة هذه الوحدة بال32 جهاز الموجودين فيها نستطيع أن نرسل 96 مريض حد أقصى يوميا بالإضافة لحالات الطريقة أثناء فترة الشفت الليلي إن شاء الله ده يمثل انفراجه لحالات الغسيل الكولوي ويمثل أن نحن في سواجة ما يبقاش فيه أي حالات ويتنجلس سواء في مستشفى وزارة الصحة أو مستشفى الجامعة بعد انتهاء من افتتاح هذه الوحدة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسديل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتي شددت على استمرار تطبيق عملية تسديل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسديل أرقام الهاتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 من يونيو المقبل ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بمعدل نصف المليون فدان خلال عامي 2022-2023 بالإضافة إلى زيادة إنتاجات الفدان بنسبة تتراوح ما بين 15% و20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبدور جاء ذلك خلال عرض معلوماتي نشره مركز المعلومات يتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الساعة المختلفة بحلول 2025 وأشار العرض إلى أن مصر تهدف إلى زيادة الصدرات الزراعية إلى 3 مليارات و600 مليون دولار خلال العام المالي المقبل كما تسعى لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 65% في حلول 2025 أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 11 مليون و215 ألفا و393 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنمية والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الإبتدائية كما أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية ل338 ألفا و346 مواطنا فوق سن 65 ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن وذلك بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لهم وصلت شركة مطاحن مصر الوسطى التابعة لوزارة تموين بمحافظة بنسويف استقبال محصول القمح من المزارعين والمورادين خلال مجمع صوامع بوهلر التبع له ويستدف مجمع صوامع استقبال القمح من المزارعين هذا العام وتوريد 40 ألف طن خلال الموسم الجاري مقارنة بنحو 26 ألف ومئتي طن قمح تم استلامها في المجمع العام الماضي حيث يتم استقبال ما يقرب من 150 إلى 300 مزارع يوميا وصلت مدرية الصحة ببني سويف حملة ترق الأبواب لتطعيم ديد الفيروس كورونا والتي تستمر حتى التاسع من يونيو المقبل ويكون التطعيم بالمجان من عمر 12 سنة فيما فوق وتضم الحملة إعطاء الجرعات الأولى والثانية وتنشطية وقال وكيل وزارة الصحة ببني سويف محمد يوسف عبدالخالق إن هناك انتشارا للفرق الطبية تضم 650 فريقا بدميع المراكز والقرى والنبوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وترق أبواب المنازل بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح في زنة أوجهات في خامة السيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطعيم جميع المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد تواصل مديرية الصحة في بني سويف أعمال حمل الطرق الأبواب من بيت لبيت للتطعيم المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد احنا بنشتغل في سبع مراكز في محافظة بني سويف من الوسطى شمالا وحتى الفشن جنوبا عن طريق 650 فريق متحرك ده بالإضافة للمراكز السابتة اللي تستهدف تطعيم المواطنين فوق سن 12 سنة باللقاحات المختلفة طبقا لطبيعة المواطن اللي يحتاج أي لقاح بنتكلم في تلقيح بالجرعة الأولى والجرعة التانية والجرعة المنشطة أكد محافظ أسوان أشرف عطية أن التعاون مع مدينة جوانجو بكوريا الجنوبية يرتكز على قعدة قوية من العلاقات المصرية الكورية برعاية رئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الكوري الجنوبي مون جي آن وضف خلال اجتمعا ضم مسؤول المحافظة والمدنية الكورية أن تلك العلاقة القوية بين الرئيسين ساهمت في وصول حجم التبادل التجاري والتعاون العلمي والثقافي والفني لأعلى مستوياته في التاريخ العلاقات بين البلدين من جانبه أكد رئيس مدينة جوانجو من أسوان أنهم يتطلعون لدعم أواصر التعاون بين الشعبين المصري والكوري في المجالات المختلفة وعزمون على فتح أبواب الاستثمارات الكورية على أرض أسوان في المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية فيه أكتر من اللقاء تم مع السفير الكوري الحالي داخل محافظة أسوان وكلام ده يمكن وصقناه وقلنا إن إحنا محتاجين يبقى فيه توقامة مع أحد المدن الكورية الجنوبية اللي بتكون فيها نفس المواصفات أو أقرب ما يكون من الأطباع والإمكانيات اللي موجودة داخل محافظة أسوان وهم رشحوا مدينة كوانجو وكانوا سعيد جدا أن حصل ما بيننا حوار من خلال الفيديو كونفرنس واتكلمنا فيه نقاط عديدة وحقيقة سرعة استجابة غير عادية نتيجة الإمكانيات اللي موجودة داخل محافظة أسوان تعد مصر دولة رائدة في مجال البحوث الزراعية وفي هذا الإطار تعد محطة بحوث السخة في محافظة قفر الشيخ أكبر وأقدم محطة بحثية في العلوم الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط حيث بدأ العمل فيها منذ عام 1960 نتابع المزيد في سياق التقرير التالي ضمن جهود الدولة في التوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية تأتي محطة البحوث الزراعية بمدينة سخة في كفر الشيخ والتي تعد أكبر محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الأصناف المتعددة من المحاصيل الزراعية وتحتوي على مزرعة بحثية متميزة لإجراء التجارب المتعددة بتهتم محطة بحوث الزراعية بالسخة بالإنتاج الزواعي المصر في كافة مجالاته بنشتغل على ثلاث محاوة واقصية هي الإنتاج البحثي وعمل الأبحاث التي تزيد من إنتاج المحاصيل وبنشتغل على إنتاج تأول أساس التي موجودة وتوزع على مستوى الجمهورية علاءة على جزء تديب الإرشاد التي يساهم في نشوى المعلومة الزواعية الصحيحة عندنا على مستوى محافظات جمهور المصر العربية محطة البحوث الزراعية تقع على خط طول 31 غربا وخط عرض 31 شمالا على ارتفاع 36 مترا من سطح البحر وهذا الموقع يعتبر مناسبا لنمو جميع المحاصيل المختلفة من حيث الظروف الجوية وكذلك نوية التربع الحقل اللي احنا موجودين فيه ده حقل إنتاج تقاوي من البرسيم المصري ده حضرتك احنا معادة زراعة بتاعكم في أول شهر عشرة خدنا منه أربع حشات والحشة الخمسة ده بنربيها لإنتاج التقاوي معادة التربية المناسب عندي في مصر هنا أو للبرسيم المصري عندنا هنا من 24 ل10 خمسة ده المعادة المناسب عشان درجة الحرارة والظروف المناسبة لإنتاج التقاوي وكانت محطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ قد نجحت في خفض مدة زراعة الأرز من 170 يوما إلى 120 يوما وإنتاج سلالة هجن من الذرة تنتج في 100 يوم وتعطي محصولا عالي الجودة وتقلل نسبة استهلاك المياه عن طريق أصناف تتحمل الجفاف وفترة بقائها في الأرض قليلة الرز في مصر بيتزرع في موسم واحد بس بس في الدول الأخرى في بيتزرع أموسمين وفي بيتزرع بثلاث مواسم علشان إحنا هنا في مصر نعمل تقصير لفترات التربية وخصوصا إن إحنا عشان نعمل استنباط لأصناف جديدة إحنا محتاجين 13 سنة أو أكتر فعشان نعمل تقصير لعملية الاستنباط لأصناف الجديدة دي إحنا هنا عملنا محاكاة للظروف البقية في المناخ الصيفي وداخل الصوبة هنا بدرجة حرارة ودرجة إضاءة وارتوبة وكل حاجة وجميع المعاملات الزراعية ده طبعا هيقلل لنا في نسبة المعاملات الزراعية والسماد المستخدم والمياه إحنا بنزرع حوالي ما يقرب من مليون فدان إلا إن إحنا بنحقق الاكتفاة ذاتي نتيجة التوسع الرأسي في زيادة الانتاجية من وحدة المساح الهدف طبعا الأساسي بتاعنا إن إحنا بننتج أصناف تتلقى إما رغبات المنتج ورغبات المستهلك طبعا المنتج بيحتاج إنه عايز محصول أو صنف بيديني إنتاجية أعلى إنتاجية من وحدة المساح على الرغم من وجود مشاكل اللي هي طبعا نضرة المياه والتغارات المناخية وارتفاع نسبة المحلها خصوصا في المناطق المجورة للبحرى بنتوص محطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ أنشأت في عام 1960 وتضم 14 معهدا بحثيا يضم 40 قسما تعمل جميعها في مناح الزراعة حيث تنتج المحطة 70% من السلالات الزراعية الموجودة في مصر عقد وزير البترول طارق الملة عدة اجتماعات على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبحث الوزير مع رئيس وزراء بلغارية كيريل إمكانيات وفرص التعاون بين البلدين في مجالات التاقة في دوء الدور الإقلمي لمصر كمركز لتجارة وتدول الغاز الطبعية وكذلك بحث تدعيات الأزمة العالمية الحالية على أسواق الطاقة كما التقى الوزير أيضا مع أميني عام منظمة الدول المصادرة للبترول أوبك محمد باركيندو حيث أعرب الوزير عن تقدير مصر لجهود أميني عام أوبك خلال الفترة التي قضاها في قيادة المنظمة والتي تنتهي في شهر يوليو المقبل والتي ساهم خلالها في قيادة المنظمة للقيام بدورها في ضبط السوق وتحقيق التوازن المنشود خاصة بعد جائحة كورونا إلى البرصة المصرية حيث أنهى التعاملات الجلسة نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب وسط أحجام تداول منخفضة وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 669 مليار و247 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 46 من 100% ليغلق عند مستوى 10200 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 71 من 100% ليغلق عند مستوى 1746 نقطة كهبط أيضا مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1 و23 من 100% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الهجرة والشؤون المصريين بالخارج زيارات مجدنية بالمدن والمجامعة الصناعية للوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد خلال الفترة من 31 من مايو وحتى الاول من يونيو المقبل يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي أشركات العالمية تستهدف سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها الوزارة اطلاع الوفود المشاركة على التطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات الصناعية انتهت نشاطنا مشاهدين لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار مدبول يؤكد اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحليط مياه البحر بالمدن السحلية والحدودية دعما لأغراض التنمية شكري يبحث مع نظيره الكبروسي تعزيز أمي واستقراري شرق المتوسط ويشيد بدورها في توثيق علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبي بوتن يقول انه لا يمكن لأي دولة فضل بلاده عن العالم وشالتس يؤكد ان روسيا لن تملي شروطا للسلام مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكلكم على طيب المتابعة شكرا للمتابعة وضمتم في أمان الله